السورة دي يعني احنا في الاخر نحن نتفرج ويعجبنا بتاخد وقت تحضير قد ايه والفكرة جات ازاي؟ طويل الفكرة جات انا انا قردي بكتب وبخرج افلام وصائقية لمحطة اجنبية عن تاريخ مصر القديمة بالتحديد بس كان عطول عندي فكرة انه ليه ما بنعملش احنا الافلام دي ليه العالم كله مهتم بيها واحنا مش مهتمين بيها ليه اتفرج عندي عند محطة اجنبية بالضبط بالضبط ودايما حتى لما كنت بكتب الافلام الاجنبي دي وانتي بتكلمي شخص مش مصري فاللغة الحوار او لغة الخطاب مختلفة كان نفسي اكتبها لنا احنا هي قصتنا احنا في النهاية هي الفكرة جات من هنا ومادام ساوسان اتحمست لها جدا بقت فرعونية بقت فرعونية جدا يعني نشوف ساوسان بدر كده فرعونية لنفسي اشوف لو احنا عندنا بعض المشاهد عندنا مشاهد اكيد هنبقى انتباعها لكن كلمني بقى اكتر عن التفاصيل والتصوير فزي ما قلت لحضرتك انا يعني مادام ساوسان اتحمست المشروع وبعدين واتشت والمتحدة هم اللي تبنوا من الاول الحقيقة وكانت مغامرة هم يشكروا عليها لان الموسم الاول بالتحديد ما كناش عارفين رد الفعل حيبقى عامل ازاي هل الافلام الوسائقية دايما بتبقى جمهورها اقل من الدراما ومن المسلسلات ولكن المفاجأة لنا كلنا كانت انه الرد الفعل على الموسم الاول كان عظيم وهو ده اللي شجعنا نحنا نكمل الحكاية عشان تاريخ مصر ما يختصرش في الفترة المصر القديمة او في الفترة اللي هي ال 200-300 سنة اللي فاتوا فيه هي قصة طويلة وكلها تركمات تراثية وثقافية وحضرية هي اللي بتشكل الشخصية المصرية عارف كمان يعني يمكن يعني في بعض المشاهد موجودة على الشاشة يعني يعني بتخلي كمان المشاهد هو بيتفرج يعرف ان هو ده امتداده يعني اهو انا ليه بتصرف كده وانا ليه بتكلم كده ولا احنا ليه المصريين مثلا عايشين كلنا جنب بعض عند ودي النيل بزغط واحنا ليه بنعمل كده فكل ده بتحس بيحل لك المعادلة هو فكرة موضوع الهوية الجايز الناس بتحس ان هو كلام مسترسل ولكنه في الحقيقة هو موضوع مهم جدا لان الهوية اول ما بيبقى الواحد عنده وعي بيها بيبقى انسان متفتح اكتر بيقبل الاخر اكتر شمولي اكتر في حياته عامة وهو ده الجميل في التاريخ انك بتفهم احنا جايين منين وان احنا كلنا في الاخر حاجة واحدة يعني طبعا وبس ورايحين على فين كمان رايحين على فين ومكاننا فين وسط العالم الكبير ايه اللي بنقدمه احنا للعالم بثقافتنا وبحضرتنا القديمة صحيح